اشتركوا في القناة في الحرس الثوري الإيراني وفصائل المقاومة تدعو إلى البقاء على الجاهزية وتؤكد استعدادها للرد على أي عدوان إسرائيلي مصادر للميادين تؤكد أن نتنياهو أبلغ بوتين عدم رغبة بلاده في التصعيد مع تهران وروحاني يبلغ ماكروان أمام أوروبا فرصة محدودة للحفاظ على الاتفاق النووي ومواقف دولية تؤكد التمسك به أفادت مصادر ميدانية الميادين أن عشرات الصواريخ استهدفت أربعة مجمعات عسكرية إسرائيلية أساسية من جهتها كشفت مصادر ميدانية للميادين أن الصواريخ أصابت أهدافا عسكرية حساسة ومهمة داخل فلسطين المحتلة فيما أكد شهود عيان للميادين سماع أصوات انفجارات كبيرة واشتعال حرائق وحدوث حركة كثيفة لسيارات الإسعاف هذا واتهمت تل أبيب قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني بإطلاق الصواريخ في موازات ذلك أشار مراسلنا إلى أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعشرات الصواريخ التي أطلقتها إسرائيل فوق سماء دمشق وريفها وريف حمص هذا وعلنت قيادة الجيش اللبناني أن طائرات حربية تنتابعة للعدو الإسرائيلي خراقة الأجواء اللبنانية إلى فلسطين المحتلة مباشرة ينضم إلينا من بيت لحم مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة ناصر اللحم هو معنا عبر الهاتف ناصر كان معنا في الصباح أو فجر اليوم الدكتور أليف صباغ وقال أن إسرائيل تحاول أن تظهر وكأن شيئا لم يكن وتحاول أن تطمئن الداخل الإسرائيلي من بعد هذه الصواريخ التي أطلقت من سوريا كيف يبدو الوضع في إسرائيل وعلى ماذا ركزت وسائل الإعلام وكيف تبدو الجبهة الداخلية أيضا يعني ما حاولت استعادة الاستقرار والهدوء عبد الرحمن حيث دعت إسرائيل إلى الذهاب إلى المدارس حاولت أن تتوازن أكثر رغم أنه في ساعة الفجر كلها لاحظنا كان هناك صدمة كبيرة جدا لم تتوقع إسرائيل الرد أن يأتي من سوريا المستوى السياسي لغاية الآن لم يصرح ضباط الميدانيين كانوا تابعوا الأمر وعدوا بعد أن يكون هناك جرد للحساب بعد سقوط عشرات الصواريخ في صليات وطبعا إسرائيل اكتهمت إيران بالقصف وهذا طبعا أتبعته بأن طلبت من سوريا عدم التدخل وكأن الأمر بهذا الشكل يتوقع أن نتانياه اليوم يعود من موسكو إلى تل أبيب ويتوقع أن يكون هناك اجتماعات سياسية كيف ستنظر إسرائيل إلى ما حدث وخصوصا بأنها صفعة بكل معنى الكلمة صفعة سياسية وأمنية وعسكرية وخصوصا للإستخبارات التي لم تتوقع وقالت قبل ساعات وقال لبرمان أيضا بأن يد إسرائيل هي يد العليا لغاية الآن لم تعترف إسرائيل بأي شسائر بشرية لكن اعترافها بسقوط الثواريخ على القواعد العسكرية كان سريعا ومفاجئا ناصر من خلال هذا التعاطية الإسرائيلي مع هذه الضربة كما ذكرت هل يمكن القول بأن إسرائيل سلمت بالأمر الوقع كما يقول البعض أنه بلعت الضربة كما حصل معها عند أسقاط طائرة الأف-16 ربما هذه المرة بطريقة أخرى بأن الواقع الجديد هذا ما يقوله الخبراء الواقع الجديد في سوريا إسرائيل دايش حالة إنكار عاشت حالة الإنكار حاولت أن تقنع الجمهور الإسرائيلي بحالة الإنكار اتكأت على تحالفها وعلاقتها بأمريكا إلى أبعد الحدود لكن كل هذا لم ينفعها لا حالة الإنكار ولا أمريكا اليوم هناك واقع جديد في سوريا عليها أن تقبل به وإذا لا تقبل به فهذا لن يغير شيء في أرض الواقع أشكرك جزيلا شكر مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة كنت معنا عبر الهاتف من بيت ناصر اللحام مسؤول العلاقات الدولية في حركة حماس أسامة حمدان أكد أن على المقاومة أن تبقى يقيدة في مواجهة إسرائيل حمدان شدد في اتصال مع الميادين على ضرورة أن تتماسك جبهة المقاومة فيما بينها وأن تبني قدرتها نحن معنيون دائما أن نظل متأقضين وأن نظل مواصلين في مسيرة بناء ومراكمة قوة المقاومة في ثلاثة محاور المحور الأول قوتها من خلال قدرة الشعوب والأمة وثانيا قدرتها العسكرية والمسلحة وثالثا قدرت هذه المقاومة دائما على بناء جبهة عمل مشتركة وموحدة لا يستطيع هذا الكيان أن يخترقها ومع تمسكها الأكبر والأكثر يصبح من الأعصر على هذا الكيان أن يقوم بمواجهتها أو التفرد بطرف من أطرافها مسؤول المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داود شهاب وصف ما يجري في الجولان بالعمل الكبير مؤكدا في اتصال مع الميادين ضرورة الجاهزية العليا تحسبا لأي تصعيد الخنوع هذا زمن ولأ زمن أن تحسم إسرائيل حروبا عسكرية في مواجهة العرب وفي مواجهة المسلمين هذا الزمن قد ولأ والدروس كثيرة في ذلك والتجارب كثيرة في ذلك في جنوب لبنان في لبنان في فلسطين في غزة في مخيم جنين بالضفة الغربية هذا الزمن الغول الإسرائيلي البعبع الإسرائيلي هذا زمن انتهى وولأ لم تعد إسرائيل هي هذا البعبع الذي يخيفنا كعرب وكمسلمين وكفلسطينيين وبالتالي يجب أن نكون على أتم الجاهزية وأتم الاستعداد لمواجهة كل الاحتمال نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد أشار إلى أن الظرفة الدولية ليس مناسبا لشن إسرائيل حربا واسعة فؤاد أكد في اتصال مع الميادين بطلان الدعاءات رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو بشأن امتلاك ضوء أخضر من أجل التصعيد الظرف الدولي والمحلي ليس مناسبا لقيام العدو باشتياحات أو بحرب واسعة على مختلف الجبهات لأنه الآن ربما يحاول نتنياهو وحكومة المجرمة بكل المعاني أن يصور أنه قد زار بوتين وكان في موسكو وبالتالي ميخض ضوء أخضر وهي عنده كمان ترامب وإلى آخر ربما يصور الأمور بأنه عنده ضوء أخضر من هذه الأطراف وهذا على الأقل حسب معلوماتنا ليس له أساس من الصحة خاصة فيما يتعلق بالموقف الروشي مصادر ديبلوماسية روسية أشارت لأن نتنياهو أخبر بوتين أن إسرائيل ليست معنية بتصعيد المواجهة العسكرية مع إيران ووفق المصادر في أن نتنياهو دعا بوتين للتأثير في إيران للحد من نفوذها في سوريا نائب وزير الخارجية سيرجيري أبكوف سيبلغ الإيرانيين عدم رغبة إسرائيل في مواجهة إيران في سوريا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي قد شارك في الاحتفالات بيوم النصر في موسكو من دون دعوة زيارة نتنياهو تزامنت مع القرار الأمريكي الانسحاب من الاتفاق النووي ودعوات في موسكو إلى تسليم إيران صواريخ أس أربعمائة تقرير سلام العبيدي يقول المثل الشعبي الروسي إن الضيفة الثقيلة أسوأ من المغول ربما هذا المثل ينطبق على رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو الذي دعا نفسه بنفسه إلى روسيا فلم تكن لدى الكريملين نية بدعوته إلى الاحتفالات بيوم النصر في الحرب الوطنية العظمى حتى عدسات الكاميرات تجاهلت تواجده في الساحة الحمراء بجوار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء الاستعراض العسكري المهيبي بهذه المناسبة باستثناء لقطات خاطفة قليلة نتنياهو ظن إنه اختار توقيتا محرجا للرئيس بوتين لزيارة موسكو وأراد أن يطفي طابعا استعراضيا على هذه الزيارة للتظاهر بأن روسيا ليست مع إيرانا على أقل تقدير لحظة إعلال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لكن النتائج أتت على عكس مشتها الخارجية الروسية أدانت القرار الأميركي معربة في الوقت نفسه عن استمرارها في تفعيل التعاون وتعميق الحوار السياسي مع إيرانا الشركة الرئيسية اليوم لروسيا في الحرب على الإرهاب في سوريا في آن معا تعالت الأصوات في موسكو منادية بتوريد صواريخ أس أربعمائة إلى طهران تحسبا بأي عدوان إسرائيلي أميركي محتمل على إيرانا مستقبلا ولا سيما أن كثيرين في أوساط صنع القرار الروسي يرون في قرار ترامب تمهيدا بسيناريو حرب جديدة في الشرق الأوسط لم يكن بوسع نتنياهو أن يعول على دعم بل حتى تفهب روسي على خلفية عدوان إسرائيل المتكرر على سوريا ولا سيما بعد نجاح الدفاع الجوي السوري المحدث روسيا في التصدي لهذا العدوان وإسقاط بعض الصواريخ الإسرائيلية وكما في مرات سابقة يرجع رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي مرة أخرى إلى تل أبيب بخفي حنين سلام العبيدي الميادين مشاهدين نعود إلى سوريا وتطورات التي حصلت ليلة أو فجر اليوم تنضم إلينا مديرة مكتب الميادين في دمشق ديمة نصيف إذن ديمة تطور هام للغاية إطلاق بحسب المعلومات عشرات الصواريخ باتجاه مواقع ومجمعات إسرائيلية في الجولان المحتل الآن الثامنة وعشر دقائق صباحا لو توجد لنا ما حصل تحديدا لأنه بالتأكيد هناك بعض المشاهدين الذين سيسمعون الخبر الآن لأول مرة نريد منك شرح لما حصل اليوم من تطورات خاصة أن الإسرائيلي يحاول التكتم على أهمية ما حصل هذه الليلة بالفعل صباح النور بداية عبد الرحمن طبعا واضح بأن إسرائيل بالأهداف التي حاولت أن تقصفها بهذا العدوان الذي بدأته فجر اليوم باستهداف كتائب الدفاع الجوي وكذلك الرادار وهو طبعا هذه المنظومات التي ترصد الأتداءات التي تطال السماء والأرض السورية سواء من جهة إسرائيل أو حتى من جهات أخرى لذلك عمدت إسرائيل على استهداف كتائب الدفاع الجوي والرادار كما قالت وكالة سانا بأنها استطاعت أن تصيب أو الصواريخ أصابت بعض الكتائب الدفاع الجوي والرادار وكذلك مستودع للذخيرة وبالتالي كان هذا هو الهدف الأساسي من العدوان الإسرائيلي الذي تذرعت فيه إسرائيل بأنها ردت على قصف طال الأراضي المحتلة طبعا هي من بدأ هذا القصف وبالتالي أيضا الرد السوري مع الحلفاء كان لأكثر من موقع عسكري إسرائيلي حاولت إسرائيل أن تخفف من أهمية هذه العملية رغم أنها العملية الأولى منذ حوالي الأربعين عاما التي تتلقى فيها إسرائيل هذه الضربة أو هذه الصفعة باستهداف مواقع عسكرية لها في الجولان المحتل طبعا إلى جانب بأن كتائب الدفاع الجوي رغم استهداف البعض منها إلا أنها تمكنت أيضا من رصد وأسقاط العشرات من الصواريخ الإسرائيلية التي عملت إسرائيل على قصفها بكثافة لحوالي ساعتين يوم أمس أو بالأحرى فجر اليوم واستطاعت أن تسقط أكثر من 80% من هذه الصواريخ ولم تجعلها أو لم تسمح لها بالوصول إلى أهدافها سواء في أرياف حمص أو حتى في محيط مطار الضمير كذلك في محيط مطار المزة العسكري وأيضا مواقع في الكسوة تقريبا كما كنا نقول ليلا بأن سيناريو القصف الإسرائيلي أو العدوان الإسرائيلي هو يشابه العدوان الثلاثي الذي قامت به أمريكا وبريطانيا وفرنسا على الأراضي السورية قبل أقل من شهر وتقريبا حتى بنك الأهداف هو متشابه بين العدوانين وبالتالي ربما الذي لم ينجح به العدوان الثلاثي بأن يصيبه من مواقع عسكرية للجيش السوري أو الحلفاء في ذلك العدوان حاولت إسرائيل اليوم أن تستهدفه أو أن تكمل ولكن لربما يبقى الأهم بونك الأهداف الذي استهدفته الصواريخ السورية هل هناك تفاصيل حول الأماكن التي تم استهدافها من قبل الجانب السوري باتجاه الجولان المحتال؟ هل لديكم معطيات حول هذا الموضوع؟ وما أهمية أيضا اليوم أن يكون هناك قصف سوري باتجاه الجولان المحتال؟ هل هو رسم لخطوط حمر جديدة؟ طبعا المصادر الرسمية لم تتحدث عن استهداف لأهداف عسكرية إسرائيلية في داخل الجولان المحتل ذلك بثته قناة الميادين وننقل العديد من وسائل الإعلام عن قناة الميادين عن الأهداف التي استهدفتها الصواريخ السورية مع الحلفاء في داخل الأراضي المحتلة طبعا المصادر الرسمية تحدثت فقط عن إسقاط الدفاعات الجوية السورية للصواريخ الإسرائيلية للعدوان الإسرائيلي وكذلك تحدثت أيضا عن ما أصابته هذه الصواريخ من دون تحديد أو الحديث أو التفصيل في الأهداف التي استطاعت الصواريخ السورية أن تصل إليها في عمق الأراضي المحتلة وأن تصيب إسرائيل بتلك الضربة التي تتلقاها إسرائيل بهذا الهلع وبهذا الخوف الذي رأيناه طيلة ليلة أمس كيف كانت الناس في الملاجئ وكيف دوت صفارات الإنذار إلى ما هناك لكن بونك الأهداف أو الأهداف العسكرية التي أصابتها الصواريخ السورية لم يتم الحديث عنها رسميا بل نقلت أو نقلت معظم وسائل الإعلام عن الميادين عن هذه الأهداف التي أصابتها الصواريخ السورية ولربما ساعات النهار ستكشف أكثر حول تفاصيل ما تم استهدافه وأشكرك جزيلا الشكر مديرة مكتب الميادين في العاصمة السورية لكن بطبيعة أحوال نعم فضلي ديماء نعم بشكل سريع عبد الرحمن لابد من القول بأن هذا رد رد على تكرار اعتداءات أو عدوانات إسرائيلية طيلة الفترة الماضية أول أمس كان هناك صاروخ إسرائيلي قصف موقعا جنوب ديماشق أو عفوا أربعة صواريخ تم إسقاط ثلاثة وأصاب واحد منها موقعا عسكريا جنوب ديماشق أيضا هناك العدوان الذي كان أيضا قبل حوالي الأسبوع إلى عشرة أيام الذي طال اللواء 47 وكذلك موقعا في سلحاب وأيضا موقعا في قرب مطار النيرب في ريف حلب وبالتالي هذا رد سوري على هذه العدوانات الاعتداءات المتكررة الإسرائيلية وبالتالي هذا ما يفسر ربما بأن سوريا لا تريد أن تفصح عن أن هذا هو الرد لكن ردت بالصواريخ من دون أن ترد إعلاميا أو بتفصيل الأهداف التي قصفتها داخل الأرض المحتلة كل شكر لك مديرة مكتب الميدين في العاصمة السورية ديماشق 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 مناصف كنت معنا مباشرة من هناك استشهد أربعة سوريين باستهداف الجماعات المسلحة ساحتي المرجى والميسات في ديماشق وكان أهالي المنطقة قد أشاروا إلى أن الاعتداء أقرب إلى تفجير وليس قذيفة صاروخية بسبب شدة الانفجار وحجم الأضرار الكبيرة في المحال التجارية إضافة إلى احتراق عدد من السيارات ما عرفنا يعني قذيفة لما تفجير بس على ما يبدو على الوضع هذا هاي مفخخة سيارة مفخخة هيك الواضيع لأن القذيفة بتنزل تعمل انفجار بس مو بها الصورة الشنيعة هاي سمعنا صوت تفجير قوي جدا ما عرفنا وين المكان بالضبط فانزلنا كونه أطفالنا موجودين بالمدارس القريبة من مكان التفجير مثل ما بتشاهد في مدرسة على بعد خمسين متر مدرسة على بعد ثلاثين متر هي اللي هي دوحة للأطفال ومدرسة ابتدائي تبعد مئة متر واليوم امتحانات للفصل النهائي من السنة الدراسية أنا عندي محل بالبرج دمشق بالمرجة والله عادينا عم نبيع وعم نشتغل وما لقينا غير صوت الله لا يوجيكم ولا يسمعكم صوت وأضرار طلعنا هيك لقينا أضرار كثير كبيرة بالسيارات والحمد لله إصابات خفيفة إن شاء الله فاصل ونعود أهلا بكم من جديد أبلغ الرئيس الإيراني وحسن روحاني نظيره الفرنسي مانويل ماكرون في اتصال هاتفي أن أمام أوروبا فرصة محدودة للحفاظ على الاتفاق النووي مع تهران وشدد روحاني على ضرورة أن تضح أوروبا موقفها فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه الاتفاق من جهته أكد ماكرون أن فرنسا تريد الحفاظ على الاتفاق النووي داعيا إلى تعهد تهران مناقشة برامج الصواريخ الباليستية والأزمات الإقليمية وإجراء نقاش أوسع بشأن إطار عمل للأنشطة النووية بعد العام الفين وخمسة وعشرين أكد المرشد الإيراني سيد علي خاميني أن ترامب ارتكب خطأ كبيرا متهما إياه بتقديم سلسلة من الأكاذيب وفي كلمة له خلال لقاء مع أساتيزة جامعيين في تهران أكد خاميني أن واشنطن تريد حكاما في المنطقة ينفذون أوامرها ويقدمون الأموال إليها الرئيس الأمريكي قال كلاما سخيفا وهابطا ولعله كذب لأكثر من عشر مرات وهدد النظام الإيراني وتوعد بأنه سيفعل كذا وكذا أقول لسيد تامب ونيابة عن الشعب الإيراني أن تغير قادر على ارتكاب أي حماقة ضدنا أمريكا لا تعاديني أنا شخصيا أو قادة النظام فقط إنما تعادي كل النظام وهذا العداء تكونه كل الحكومات الأمريكية ضدنا وجميعها كانت بصدد الإطاحة بالنظام خامنئي كشفا عن حصول إيران على رسالة بعث بها ترامب إلى حكام خليجيين يطالبهم فيها بدفع سبعة تريليونات دولار وأكد أنه لا يمكن مخاطبة الشعب الإيراني بالطريقة نفسها بعض دول الخليج والشرق الأوسط خاضعة وخاشعة أمام أمريكا كالعبد الذليل لقد اطلعنا على رسالة سذية بعثها ترامب قبل أيام إلى زعماء خليجيين يطالبهم فيها قائلا عليكم أن تفعلوا كذا وكذا فأنا أنفقت سبعة تريليونات دولار هنا من أجلكم المشكلة أن الأمريكيين يريدون مخاطبتنا بالطريقة نفسها ولأنهم عاجزون عن ذلك يعادوننا خلافنا معهم حول هذا الموضوع بالتحديد فالشعب الإيراني شعب مستقل ودعا خامنئي إلى الحصول على ضمانات واقعية من الدول الأوروبية ثلاث قبل مواصلة الاتفاق معها منذ اليوم الأول قلتها مرارا وتكرارا في الجلسات العامة والخاصة عليكم أن لا تفقوا بالأمريكيين وإذا أردتم التوصل إلى اتفاق احصلوا على الضمانات اللازمة لنحو عامين ونصفها نحن ملتزمون بكل تعهداتنا ومع ذلك يخرج علينا هذا الرجل ليقول إنه سيخرج من الاتفاق وبالنسبة للأوروبيين أقول لكم إنني لا أثق بالدول الأوروبية الثلاث أيضا التي تريدون مفاوضتها أقول لكم لا تثقوا بها وقبل أن تتفقوا على شيء احصلوا على ضمانات حقيقية وواقعية وإن لم تقوموا بذلك فستفعل هذه الدول الأوروبية كأمريكا لكن ربما بطريقة أخرى هذا وتوالت ردود الفعل السياسي الإيراني على انسحاب أمريكا من الاتفاق أما شعبيا فيبدو أن القرارة الأمريكية لم يحدث تغييرا أو تأثيرا في الشارع الإيراني من الحمرية والتفاصيل هادئة ووادعة في شمالها كما كانت من قبل وكأن ضجيج الأمس لم يخرق هذا الهدوء قط صاخبة بالحياة في وسطها وجنوبها كما كانت من قبل أيضا هؤلاء اعتادوا أن يمارسوا حياتهم وهم يسمعون منذ أربعين عاما أن دولة اسمها أمريكا تفرض عقوبات عليهم هنا طهران بعد قرار ترامب وكأن شيئا لم يكن ترامب لا يعنيني بشيء أبدا وقراراته لا تعنيني أبدا وأنا أشمأز منه بالأساس وص كل هذا الزحام وضجيج السياسة والإعلام تبقى الحقيقة واحدة منذ نحو أربعين عاما حاولت أمريكا تغيير النظام الإيراني ففشلت لكنها حاربت لقمة عيش المواطن منذ أربعة عقود باتت إيران تدرك اليوم جيدا أنه لافقة بأمريكا ولا بإدارة تحرق كل خيوط الاتصال وتعاد الشعب الإيراني كما النظام بحجج واهية خدمة للكيان الإسرائيلي إذا عودت أوروبا وروسيا والصين الفراغ الذي يخلفه خروج أمريكا فربما سنجد طريقا لتكملة مسير الاتفاق النووي في الحقيقة ترامب لا يفهم سوى لغاية القوى إذن هو الاتفاق النووي يمضي إلى حين ربما من دون أمريكا هكذا أجمعت الصحف الإيرانية قرار نتخذ على مستوى أركان النظام لإلقاء الحجة في ملعب المجتمع الدولي ولتوجيه رسالة واضحة أن إيران دولة تحترم العالم على عكس أمريكا من الحمرية طهران الميادين سلطنة عمان حذرت من أن المواجهة ليست في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بيان الخارجية قال إن الدولتين معنيتان بتحقيق السلم والاستقرار في المنطقة البيان قال إن السلطنة تابع تطورات القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وتربطها علاقات صداقة وتعاون مع الدولتين وأعلنت تقديرها لموقف الشركاء الخمسة الآخرين في تمسكهم بالاتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد حضر من أن إيران ستكون معرضة لشيء ما إذا لم تقبل التفاوض مجددا على اتفاق بديل يأخذ بعين الاعتبار الشروط الأمريكية المعلنة وأشار البيت الأبيض إلى أن العقوبات قد تقر الأسبوع المقبل محمد كريم بعد أقل من 24 ساعة على قراره الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران ترامب يهدد طهران بعواقب عدم التفاوض على اتفاق جديد اتفاق يضمن وجود ما جرى ترويجه من تحفظات أمريكية بإضافة قيود في غاية التشدد أبرزها التفتيش الدائم على المواقع الإيرانية كلها إذا لم تتفاوض إيران فإن شيئا ما سيطاولها وإذا استأنفت برنامجها النووي فستكون هناك عواقب وخيمة كلام ترامب عن التفاوض جاء فيما كشف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس أمام الكونغرس عن بدء الجهود الدبلوماسية مع الحلفاء لتحشيدهم خلف الموقف الأمريكية للتوصل إلى اتفاق بديل ستمضي الإدارة في العمل مع الحلفاء لضمان عدم امتلاك إيران أسلحة نووية ولتزال هذه الإدارة ملتزمة أولوية توفير السلامة وصون المصالح القومية ومستقبل مواطنينه لكن هذا التوجه لم يقنع عددا من قادة الحزبين الجمهوري والديمقراطي وخاصة في ظل غياب معالم أي خطة لمرحلة ما بعد الانسحاب من الاتفاق لا يتوفر لدى الإدارة أي خطة حقيقية ولا أدري كيف يمكن لأي خطة أن تؤتي ثمارها من خلال قسامات في داخل صفوف الحلفاء غياب البديل وفي ظل التبترات الداخلية دفع بترامب إلى إرجاء إعادة فرض العقوبات على إيران وعلى مرحلتين ثلاثة أشهر للشركات الأمريكية وستة أشهر لحلفاء واشنطن أشهر سترتبط بما ستؤدي إليه الانتخابات النصفية الخاصة بالكونغرس من اصطفافات وتوازنات قبل نهاية العامة الاتفاق النووي مع إيران وأن لم يكن مثاليا لكن الانسحاب بعد إقرار الوكاة الدولية للطاقة النووية بأن تهران التزمته لن يحقق صفقة أفضل بل سيأتي بنتائج عكسية بحسب مراقبين محمد كريم واشنطن الميادين رفضت الأمم المتحدة الربط بين الصواريخ الباليستية الإيرانية واتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة بين إيران والدول السيت إنها قضية من خارج خطة العمل المشتركة الشاملة ويجب أن تعالج بمعزل عنها وموقف الأمين العام المبدئي يشجع على نزع السلاح أكثر من زيادته وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون أكد أن خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي لا يغير تقييم المملكة المتحدة له لا يؤثر قرار الولايات المتحدة على التقييم البريطاني بأن القيود المفروضة على طموحات إيران النووية من قبل الاتفاق النووي تبقى حيوية لأمننا القومي واستقرار الشرق الأوسط وبموجب الاتفاق تخلت إيران عن 95% من اليورانيوم المنخفض التقصيب ووضعت ثلثي أجهزة الطرد المركزي في المخزن وسمحت للوكالة الدولية لطاقة الذرية بالتحرك ليس لدى بريطانيا نية للانسحاب وبدلا من ذلك سوف نتعاون مع الأطراف الأخرى لضمان استمرار إيران في تقييد برنامجها النووي كي يستفيد شعبها من تخفيف العقوبات وفق الاتفاق المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط والشمال أفريقيا أدوين سامويل أكد للميادين أن الحكومة البريطانية لن تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران وتحديدا الجوانب الاقتصادية منه لا شك الحكومة البريطانية تريد أن تحترم البنود في الاتفاق النووي خاصة البنود بخصوص التجارة البريطانية لا تنظر إلى هذا الاتفاق التجاري لكن أكيد الفوائد منها لرئيس روحاني ومعيديه واضح هو يحتاج لهذا التجارة لكن حتى لن سألنا الأمريكان وطلبنا منهم أنهم سيسمعون الآخرين يريدون أن يحترموا الاتفاق النووي لنستمر بالحياكل والإجراءات تحت هذا الاتفاق بدون تأخذ سامويل قال إن هناك توترا في منطقة الخليج يبدو في أعلى مستوياته منذ السبعينيات توتر في الخليج وبلدان أخرى إسرائيل بشكل عام في ظل الادرابات الأسكرية والسراءات في البنطقة لكن هناك سياسيين الذين يحتفلون هذا القرار لكن هناك سياسيين الذين يشعروا بنفس درجة التوتر مثل هم شعروا قبل الانسهاب الأمريكي لا شك درجة التوتر في المنطقة هذا في الدرجة الآلة بالمقارنة ممكن يقال من السبعيات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تعهدت فعل برلين وباريس ولندن كل ما يلزم لضمان بقاء إيران في الاتفاق النووي غدا تنسحاب الولايات المتحدة منه وأكدت ميركل أن إيران ملتزمة لاتفاق النووي حتى الآن لقد ثبت لنا بالأمس أننا سنواجه المزيد من المسؤولية في أوروبا في السياسة الخارجية في مجال ضمان السلام وفي مجال الحلول السياسية التي يجب أن نجدها قرر الرئيس الأمريكي أنه سينسحب من الاتفاق النووي مع إيران فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا جميعنا قررنا أننا ما زلنا ملتزمين هذا الاتفاق عندما تتحول الدول الأوروبية إلى جبهة دفاع عن الاتفاق النووي فهذا ما رده إلى تقاطع السياسة مع الاقتصاد العلاقة الاقتصادية بين إيران والاتحاد الأوروبي في هذا العرض أهلا بكم سال اللعاب الأوروبي على السوق الإيرانية الضخمة يوم وقعت طهران اتفاقها النووية مع الخمسة زائدا واحدا وتسابقت شركتها منذ عام 2015 على عقود اقتصادية بمليارات الدولارات من هنا يصبح مفهوما لماذا تتشبث الدول الأوروبية بالاتفاق الذي انسحب منه دونالد ترامب في محاولة منه لنسفه فالعلاقة الدولية مبنية على المصالح والاقتصاد عمادها لعل اللاعب الفرنسي كان من أكثر المستفدين العاصمة الفرنسية باريس احتضنت في نهاية العام الماضي اللقاء التجاري الإيراني الفرنسي الذي تمخذت عنه عقود ضخمة لأكثر من أربعين شركة فرنسية في قطاعات مختلفة شركة توتال كانت عينها على قطاع الطاقة فحصلت على خمسين فاصلة واحد بالمئة في المرحلة الحادية عشر من حقل باريس أكبر حقول الغاز في العالم والتي تقدر قيمتها بخمسة مليارات دولار الشركة كانت قد استبقت إعلان ترامب وقال رئيسها التنفيذي باتريك بوياني إن الشركة ستسعى للحصول على إعفاء سيسمح لها بمواصلة العمل في إيران وهو أمر بات صعبا بعد منح وزارة الخزانة الأمريكية مهلة تمتد من تسعين يوما إلى مئة وثمانين للشركات التي تعمل داخل إيران فرنسا ليست المستفيد الوحيد فشركتها في الاتفاق ألمانيا ازدادت صادراتها إلى طهران بأكثر من خمسة وعشرين في المئة فيما حصلت شركة سيمنز العملاق على عقود بمليارات الدولارات وبدأت شركة دلمار بإعداد خطط لإنتاج سيارات المرسدس بانز على الأراضي الإيرانية من خارج الخمسة زائدا واحدا تمثل إيطاليا الشركة التجارية الأول لإيران في الاتحاد الأوروبي حيث وقعت عددا من الاتفاقات في مجال السياحة والطاقة المتجددة والسكك الحديدية بالإجمال حققت التبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي نموا إجماليا بلغ 62% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي حققت الصادرات الأوروبية لإيران في هذه الفترة نموا بلغ 34% ليتجاوز إجمالي قيمة البضائع المستوردة من الاتحاد الأوروبي سبعة مليارات دولار مقارنة بأكثر من خمسة مليارات يورو خلال الفترة نفسها من عام 2016 الصادرات الإيرانية إلى الاتحاد الأوروبي زادت على نحو ملحوظ خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتسجل مائة وتسعة في المائة وبلغت قيمة تلك الصادرات سبعة مليارات ومائتين واثنين وخمسين مليار يورو وفقا للمفوضية الأوروبية أبرمت شركة محطات تصدير النفط الإيرانية مع شركة دانلوب البريطانية مذكرة تعاون لتنفيذ مشروع يرمي إلى توحيد المواصفات الفنية لأحواض تصدير العائمة والغاطسة المتصلة بالعوامات التصديرية الأحادية مراسم التوقيع جرت بعد أقل من يوم واحد على قرار ترامب وفي اليوم الأخير من أيام الدورة الثالثة والعشرين للمعرض الدولي لصناعة النفط والغاز والبترو كيميويات في تهران يوم وقعت الدول الكبرى اتفاقها النووي مع إيران قبل أكثر من ثلاث سنوات تحول التهران إلى محجة للمستثمرين والتجار ولم يكن يتوقع الباحثون عن فرص مربحة أن يأتي من يشطب جهود سنوات من التفاوض وأحلاما زاخيرة بالعائدات حسن يوسف انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي خلف ردودا وتحركات واسعة في الأوساط الاقتصادية العالمية أول ردود جاء من برلين اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية حذر من أن شركات أوروبية قد تواجه عقوبات إذا أدرج شركاؤها الإيرانيون على قوائم العقوبات كما أكد وزير خارجيتها هيكو ماس أن برلين ستحاول الحفاظ على الاتفاق النووي وبعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستلغي تراخص تصدير شركات الطيران المدنية إلى إيران أعلنت شركة إيرباس الأوروبية أنها تدرس قرار واشنطن وانعكساته على تعاقد موقع مع إيران إير لتوريد مئتي طائرة ركاب في قطاع النفط كان لافتاً إعلان وزارة الطاقة الكورية الجنوبية أنها ستسعى لنيل إعفاء من واشنطن لمواصلة استيراد النفط الإيراني وكانت أسعار الخام قد ارتفعت بقوة وسط مخاوف من تعطل الإمدادات الإيرانية رغم تطمينات وزير الخزانة الأمريكية أن الأسواق لن تتأثر ومسارعة الرياض إلى إعلان استعدادها لسد النقص في أسواق الطاقة هذه العينة من التوترات الاقتصادية الناجمة عن قرارات ترامب قد تدفع بعض الدول إلى موازنة الربح والخسارة آنياً ومستقبلياً بين تعزيز العلاقة مع الشرق والردوخ للغرب لكن ليس من السهل استبعاد الضغط الأمريكي السياسي من كافة الرضوخ الذي تبدو راجحة ولسيما عند الأوروبيين لكن يبدو أن بروكسال قد ذاقت ذرعاً بسياسات ترامب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أكد أن الاتحاد الأوروبي سيرد بصوت موحد على قرار واشنطن الأخير ونهجه تجاري هي فرصة إذن أمام أوروبا ودول غربية وشرقية أخرى لتشكيل حلف سياسي اقتصادي جديد يقوم على أساس المنافع المتبادلة حلف ينطلق من بكين في شرق أسيا ويصل إلى مشارف لندن في أقصى غرب أوروبا مروراً بكل الدول المحاذية لطريق الحرير للقرن الحادي والعشرين وتفرعاتها تمثل الدول الأسيوية والجوار الإيراني خيارات يمكن أن تلجأ إليها تهران للحيلولة دون تعرض اقتصادها لأزمات حقيقية بعد خروج واشنطن من الاتفاق النووي وإمكانية فرض عقوبات جديدة تستهدف اقتصاد البلاد رضا الباشا أهلا بكم مع إمكانية العودة إلى العقوبات الدولية بعد خروج أمريكا من الاتفاق النووي يعود الاقتصاد الإيراني إلى سياسة فتح الأبواب أمام فرص جديدة الهدف الأول دول الجوار وآسيا خاصة مع العراق وأفغانستاني وباكستان وهنا تبرز خطوط نقل الغاز الإيراني وأهمها الخط الذي يمر بالأراضي العراقية وصولا إلى سوريا والخط الذي يمر بباكستان وصولا إلى الهند ويعرف بخط السلام نقل الغاز الإيراني إلى الهند سيدعم الشراكة بين البلدين فنيودلهي تعد أهم المستوردين للنفط الإيراني ويمكنها أن تمثل سوقا بديلا عن أوروبا وخاصة أن استيرادها للنفط الإيراني سيزاد إلى ثلاثة أضعاف ليتجاوز 500 ألف برميل يوميا إلى جانب الهند تمثل الصين أهم المستوردين للنفط الإيراني كما تربط البلدين اتفاقيات غصفت بالاستراتيجية وتجاوزت السبعة عشر اتفاقية وهي تتعلق بإحياء طريق الحرير عبر خط حديدي يصل الصين بأوروبا إضافة إلى اتفاقية في مجالات الطاقة النووية السلمية والنفط والغاز أما أبرز العلاقات الاقتصادية فيمكن أن تبرمها إيران مع روسيا تعد اتفاقية تبادل التجاري بالعملة المحلية الأبرزة في علاقاتهما يضاف إليها عقد بيع 40 طائرة سوبرجيت لنقل الركاب إلى إيران وإنشاء خط حديدي يصل إيران بروسيا مرورا بأذربيجان كما ستتكفل شركتها روسنفط وغاز بروم بتطوير حقول النفط والغاز الإيرانية ومع تركيا يمكن الإيران أن تتوسع في علاقاتها التجارية والاقتصادية تربط البلدين علاقات متعددة في مجالات السياحة والطاقة والبنوك والبتروكيمويات والاتصالات والنقل كما يطمح البلدان إلى أن يصل التبادل التجاري بينهما إلى 30 مليار دولار سنويا أكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن هدف العراق هو القضاء على داعش في سوريا وبالتحديد على الحدود العراقية السورية العبادي وفي لقاء خاص على الميادين أكد أن بغداد مستمرة في ضرباتها الجوية ضد التنظيم حدفنا نقضي على داعش في سوريا نقضي على الحدود العراقية في سوريا وجودها خطر خطر علينا بالتأكيد حسب معلوماتنا كثير منهم قيادات عراقية وهؤلاء يدربون الآن انتحاريين ورسلهم إلى العراق حذرنا الدول الأخرى ليحاولون أيضا طرق دهريب يرسلوهم إلى دول أخرى نحن مسيطنين على الحدود بس حدود طويلة 650 كيلومتر وهذا عقائدي إرهابي عقائدي ومدى يجون بعدات كبيرة لا يستطيع عددها بعدات ما عندها القدرة الضربات اللي صارت بناء على معلومات من الناس اعتقلناهم وعندنا صار الصورة واضحة أين يتدربون أين القيادات وضربنا ضربات موجعة جدا وأثرت نبدأ نلمس الآن للأثر من هذه الضربات سنستمر إلى أن نقضي على هذا الوجود في سوريا الأعباد أكد أن العراق أخبر الحكومة السورية بتحركات التنظيم مضيفا أن الحكومة السورية تجاوبت مع تحركات العراق ضد داعش ووافقت على ضرباتنا العسكرية ضده في سوريا نعم أخبرنا الحكومة السورية في الموضوع باعتبار دولة الجوار أنا حطيت خط أحمر ما نعبر الحدود وما نتجاوز هذا الموضوع هذا لما قضينا على داعش وصلنا للحدود ما قاتلنا عبر الحدود بس لما داعش بقت وتسبب بنا تهديد من رد نعيد الماضي داعش الآن مثل جرثومة في آخر مراحل حياتها إذا من قاوم أو نقضي عليها تنتشر تعود بشكل جديد حتى الأنتي بايرل أو أنتي باكتيرل على ما يأثر بها فهذا إحنا مصرين الحكومة السورية قالوا ما ترونه وأنتم نحن نرى التقضية تم وإحنا بالطبع قطعا يتمنون أن تتم القضاء على داعش قالوا ما تقرروا نحن نوافق عليه رئيس الوزراء العراقي قال أنه لن يكون في حكومة لا تكون محاربة الفساد أولوية لديها لن أكون في حكومة لا تعتبر محاربة الفساد أولوية رقم واحد أنا أقول لك ليش ربما أكو أولوية أهم وهي إعمار البلد جلب استثمارات تخلق فرص عمل توفيق خدمات المواطنين هذه أولوية بس بدون محاربة الفساد كل دينار عراقي يكون يذهب لما خصص له لخلق فرص عمل لهذه ذكرتها استثمار إعمار أما إذا تذهب لجيوب الفسادين ما سنحن نحقق فإذا يجب أن نحارب الفساد مع الإعمار مع الاستثمار يدا بيد ويكون نتخذ إجراءات قاسية في هذا الإطار وأتمنى الحكومة القادمة أن تكون أولوية سواء أنا بالحكومة أو خارج الحكومة قال نائب الرئيس العراقي إياد علاوي في مدينة الحلة إنه حان الوقت للنهوض بدولة قوية وشدد علاوي الذي يتزعم قائمة الوطنية على بناء دولة المؤسسات والمساواة والمواطنة والتعايش وسيادة القانون ودع العراقيين إلى المشاركة في الانتخابات المقبلة لإنقاذ البلاد من الذل والهوان يبدو التنافس في إقليم كردستان في إطار الانتخابات البرلمانية العراقية مختلفا هذه المرة التنافس وصل حد الاتهامات المتبادلة على خلفية قضايا جوهرية كاستفتاء الانفصال والأوضاع الاقتصادية واقع التنافس في إقليم كردستان في تقرير مفادنا إلى هناك أو إلى أربيل حازم كلاس ليس ورديا واقع التنافس الكردي الكردي في الانتخابات البرلمانية العراقية هذه المرة وليست تبعات استفتاء انفصال الإقليم أولى الأزمات ولا الأوضاع الاقتصادية والاتهامات بالفساد آخرها ملفات شائكة وخلافات جوهرية كشف عنها المرشحون الكرد وقادة أحزابهم في الحملات الدعائية الحرب المقبلة ستكون حرب تطبيق بنود الدستور العراقي وتحصيل حقوق الشعب كردستان هذه الانتخابات تمثل تحديا على غرار الاستفتاء الذي حظي بالتأييد الكاسح الاستفتاء لم يفشل ولا أحد يستطيع محو حق الكردي في تقرير المصير ما بعد استفتاء إقليم كردستان ليس كما قبله صحيح أن البعض يمكن أن يلوح مجددا في إطار الدعاية الانتخابية بورقة الاستفتاء إلا أن الغالبية تتفق على مبدأ الحوار مع بغداد لحل مشكلات الإقليم على ما يبدو وإن كان لكل طريقته ونهجه نعلم أن هناك نواقص ومطالب كثيرة لكنها تعالج في بغداد وليس في أربيل ومن خلال تنفيذ الدستور بشكل كامل المنافسون متخوفون من الاتحاد الوطني وجماهيره وقوته ويعلمون جيدا أنه لا يعطي الوعود الرنانة التي لا تنفذ بين الحزبين الحاكمين في الإقليم لا تواصل حركة التغيير نهجها المعارض فقط بل تتهم بعض الأطراف بالاغتيالات وتقول إنها تعمل لاستعادة الإقليم هيبته ومكانته وتتقاطع بمواقفها مع كيانات سياسية جديدة لن نسمح أن يتصرف مهربون نفط بمصير كاركوك مرة أخرى يجب التصدي لهم واستعادة حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية والعمل على جعل البشمرقة مؤسسة وطنية بعيدا عن الأحزاب وسط هذا التنافس المحموم تبرز القوائم غير الكردية الصرفة كأتلاف النصر وإتلاف الوطنية وتيار الحكمة عدم تمكن الأطراف الكردية من التحالف قبل الانتخابات جعل من التنافس صراعا غير مسبوق وساحة لتبادل الاتهامات وهو ما سيرسم خارطة جديدة للقوى الكردية بعد الانتخابات سترخي بظلالها على واقع الإقليم وعلى العلاقة مع بغداد حازم كلاس أربيل الميادين طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا من السلطات الليبية تسليم محمود مصطفى الورفلي لارتكابه عملية أعدام جماعية ذهب ضحيتها 33 شخصا العام الماضي الطلب يأتي بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة في 15 أبو أغسطس الماضي منذ إصدار مذكرة التوقيف العام الماضي دعوت السلطات الليبية عدة مرات إلى التزام واجباتها لاعتقال الورفلي وتسليمه للمحكمة وطلبت من الجنرال خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي وهو رئيس الورفلي التعاون مع السلطات الليبية لتنفيذ مذكرة التوقيف في دوراته الحادية والسبعين شرع مهرجانو كان السينمائي الدولي أبوابه لعشرات السينمائيين من مختلف أنحاء العالم بينما تم تحديد 21 فيلما لخوض سباق السعفة الذهبية بينها اثنان من لبنان ومصر فلسطين وللمرة الأولى حاضرة في سوق مهرجان كان كجناح مستقل يمثل القدس تمثيلا لائقا فيما الشاعرة والمخرجة الفلسطينية أنماري جاسر التي تمثل جيلا جديدا من مبدعي السينما الفلسطينية تحضر في لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما في اعتراف دولي بأهمية الرأي الفلسطيني في نتاجات سينمائية عالمية يسجل المهرجان هذه السنة عودة السينما العربية بعد سننا من الغياب مع حضور تمثله المخرجة اللبنانية ندين لبكي والمصري أبو بكر شوقي للمنافسة على السعفة الذهبية وهي أرفع جوائز المهرجان كما سيشارك فيلمان عربيان أيضا خارج المسابقة الرسمية لكن ضمن اختيارات المهرجان في قسم نظرة ما وهما سوفيا للمغربية مريم بن مبارك وقماشة المفضلة للسورية غايا جيجي وفي قسم أسبوع المخرجين الموازي سيعرض فيلم ولدي للتونسي محمد بن عطية إضافة إلى سلسلة أفلام قصيرة ضمن برنامج المصنع التونسي أخيرا قضية المنتج الهوليوودي النافذ هارفي وينستون المتهم بارتكاب عشرات الاعتداءات الجنسية وما تابعها من جدال وإجراءات ونقاشات بشأن مكانة النساء في قطاع السينما فرضت نفسها على مهرجان كان الذي قرر بالتعاون مع وزارة شؤون المساواة بين الجنسين في فرنسا تسخير خط هاتفي للإبلاغ عن التحرش الجنسي إلا العنوين عشرات الصواريخ تستهدف مواقع عسكرية إسرائيلية في الجولان المحتل وتلابيب تتهم قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني وفصائل المقاومة تدعو إلى البقاء على الجاهزية وتؤكد استعدادها للرد على أي عدوان إسرائيلي مصادر للميادين تؤكد أن نتنياهو أبلغ بوتين عدم رغبة بلاده في التصعيد مع تهران ورحاني يبلغ ماكرون أن أمام أوروبا فرصة محدودة للحفاظ على الاتفاق النووي ومواقف دولية تؤكد التمسك به إلى اللقاء